السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة وانتوا طيبين احنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الغريبة النعمة بطريقة سهلة بتلات مكونات في تلات دقائية بس معانا كبايتين دقيق وكباية سكر بودر وكباية سمنة بلدي لازم تكون محطوطة في التلقة يعني لازم تكون جمدة كباية السكر البودر هننخلها بالمنخل او بمصفة لازم ننخلها كويس بمصفة عندنا او بالمنخل تمام بعد كده هنضيف لها السمنة البلدي اللي هي المفروض تكون محطوطة في التلاجة ما تكونش سايحة وهنقلبها كويس باي معلقة عندنا احنا مش هنعملها بالمضرب احنا بنعملها من كونات سهلة فهنضربها باي معلقة عندنا لحد ما يبقى الملمس كريمي زي ما انتوا شايفين كده نضرب فيها كويس لحد ما الملمس يبقى كريمي زي كريمة بالزبط بعد كده هقوم ضيفة كوبايتين الدقيق واحدة واحدة بالتدريج وبرضو هقوم جايبة المصفة او المنخل اللي عندي وعملاه بالمصفة بتاعتي وبالتدريج زي ما قلتلكم زي ما انتوا شايفين لازم ما يكونش الدقيق معايا مكتوم والدقيق اللي انا بس تخدمه ده بنفس المقادير دي دقيق فاخر تماما تماما اهم حاجة بعد ما نخلط الدقيق كويس لازم نكون عاملين حسابنا ان احنا هنحط البولة دي كلها هنحطها في التلاجة لازم العجينة بتعطي الغريبة وانا بتعامل معاها لازم تكون ساقة ومسكة نفسها ما تكونش سايلة عشان ما تفرش مني في الفرن وبعد كده لازم نعمل نفتح الفرن على درجة حرارة مية وتمانين ويكون سخنة على درجة حرارة مية وتمانين عشان تستوي الغريبة براحتها لو الفرن زاد عند درجة الحرارة دي الغريبة بتحمر مني ما بتبقاش بالبياض اللي انا عادية المهم دلوقتي انا خلاص حطتها في بولة وحطتها في التلاجة ودي بعد ما طلعتها من التلاجة هعمل اختبار اه لواحدة بس يعني انا فتح الفرن على درجة مية وتمانين وهعمل اختبار لوحدة عشان لو فرشت مني اكون عامل حسابي ان انا هزود معلقتين دقيق اهو كورتها وحطتها وزينتها انا هزينها بوردة قرنفل وهحطها في درجة حرارة مية وتمانين وهفضل متابعها عشان مش هيزها تحمر خلاص كده هي انا شفتها في الفرن لقيتها ما فرشتش الحمد لله ونجحة فمشي احتاج ازود آآ دقيق تاني بالمقدور اللي انا ماشي عليه اللي هي كوبايتين دي كوباية سكر بودر وكوباية سامنة بلدي من التلاجة المهم انا خلاص هكور كله وهاعمله وهدخله في الفرن خلاص الحمد لله هيا ما فرشتش مني وطلعت معي بيضة وزي الفل وكويسة الحمد لله حتى من تحت طلعت معي آآ ماخدتش الحمر من تحت بقيت بيضة اللي هو الحمر السنة فالحمد لله ترعت نكحة معي وزي الفل ويريت لو الفيديو دي عجبكم متنسوش تضغط على علامة سبسكرايب اللي هي الحمرة وعلمة تشتراك ودوسوا لايك وديفوا التعليق من التعليقاتكم الجميلة ويريت تكون الطريقة دي والوصفة دي خفيفة على قلوبكم وفادتكم والحمد لله الوصفة دي ترعت نكحة معي جدا وانصحكم بيها ومع الف سلامة وشوفكم بالف خير وبالف صحة وبالف هنا ومع وصفات جديدة مع يوميات لارا العصولة